وعندها ولدان تقول كانت السعادة تخيم على منزلنا وفجأة بدأت المشاكل في هذا البيت بدأ الزوج دائما غاضب تقول ما نراه يضحك الأبناء دائما في مشاكل الزوجة دائما في غضب البيت كأن نارا قد أحاطت به من كل جهة حتى قارب الأمر على الطلاق تقول فجاءتها امرأة ناصحة أسأل الله أن يزيه خير الجزاء فقالت أين أنت عن سورة البقرة فقالت سورة البقرة ما خطر الأمر على بالي قالت اقرأي سورة البقرة تقول فأخذت أقرأ سورة البقرة وزوجي يعني أوصيته أن يقرأ سورة البقرة وأمرت أبنائي أن يقرأوا سورة البقرة ووضعنا شريطا في المسجل فيه سورة البقرة أصبح البيت كله يرد سورة البقرة يوم تلويوم تلويوم بدأت المشاكل تخف وتنتهي من البيت إلى أن انتهى الأمر إلى أن عاد الأمر كما هو عليه تقول وعاد زوجي ذاك الضاحك الذي كنت أعرفه وعاد أبنائي أولئك الأبناء الطيبين الذين أعرفهم تقول وفي يوم من الأيام جاء زوجي وأكلنا طعام الغداء ثم دخل لي أنام قبل صلاة العصر ودخلت لي أنام تقول فلما نمت رأيت رؤية عجيبة ما هي هذه الرؤية تقول رأيت كأن امرأة هي أسوأ وأقدر وأبشع امرأة رأيتها في حياتي تقول ما رأيت أقدر ولا أبشع من هذه الصورة ومعها أطفال على شكلتها هذه المرأة تقول رأيتها داخل بيتي تريد أن تخرج من بيتي فقلت من أنت قالت نحن من أهل الأرض نحن من الجن أردنا مجاورتك في بيتك ولكنك ترتينا بصورة البقرة حسبي الله عليك ترتينا بصورة البقرة تقول وأخذت تردد هذا الكلام فلما استيقظت الأم وإذا الأبناء مذاكرون والزوج نائم والسكينة ترفرف على البيت وكأن الملائكة تحف بهم لا إله إلا الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر